أساءت لناديها للأسف لعيبة كبار وتقيلة مزغيرين زي ما حصل لعيبة كبار جدا وأسماء تقيلة في قرة القدم وأسماء نجوم استهترب بيه عشان هو لم يستفيد من عقوبة نادي على لعيبة فاللعيبة عرفت انه ما بيعقبش في تصرفات معينة فتصرفت تمت شمتان في فيتوريا لا مش شمتان هو أخطأ في تصرف في لعيبة كانت لها مشكلة مع نادي كبير زي نادي الزمالك وضموهم وكان حديث دايما لازم توضح تساهر الأمور للمنتخب ما تعملوش أحداث قبل أي بطولة قبل بطولة قبل مطش جبوتي انت صنعت حدث مشاكل لتضم لعيبة الزمالك وكان محور الحديث في المؤتمر الصحفي النهاردة بعد مباراة جبوتي وعندك مباراة تانية مع سيراليون سيراليون أحداث ثانية بتصنع ولعيبة بتاخد موقف وأعضاء مجلس الإدارة بيعلقوا تدخل معك نابريسلة النادي النقران نابريسة الاتحاد دخل على السوشال ميديا موجود محمد باراة جبوتي مجلس الإدارة بيعلق فانت حملت حدثين بتصرف بسيط ما عالتش القيم والمبادئ والمراضي بس الحمد لله بتقلد نادي كبير زي نادي الزمالك في تصرفه ومستني نتيجة تحييق هل فعلا اللعيب ده مصابة؟ كنت ضميتها مصابة زي ما دلوك تتكلم على أنا اللي عندي إن اللعيبة مصاب وده تبقى كارسة يعني أنا اللي عندي فعلا دلوقتي إن التلات اللعيبة عندهم إصابات مختلفة فما قدروش يكملوا التدريب وصل لفيتوريا إن اللعيبة دي ماكملتش التدريب فخد قرار بعكبهم قرار طربوي وقبلغ بيه اتحاد الكرة أتمنى زي ما نادي الزمالك المحترم فيه حلقة في النص مفقودة التحييق يزر كل شيء نادي الزمالك المحترم القيمة كبيرة جدا مع مجلس دارة محترم خد قرار بتصرف مع لعيبة بالتحييق أظهرت نتيجة وخدت قرار إحنا دلوقتي في ما كان من ناس ساعتين بعد المباراة إن اللعيبة رفضت التدريب واللعيبة دلوقتي كلامه المتداول من علاقاتنا بيهم ونسة صلاة بيهم إن اللعيبة مصابة دي كارثة هل هو ضم اللعيبة دي كارثة أكبر إن يتردد في الوسط الرياضي دلوقتي إن ثلاثة لعيبة دولة موجودين مصابين عشان كده ما يكملوش التمرين وانت حيك بخبرتك علامي أو الاسطاف اللي مع حضرتك يقدر يوصل هل ده كلام دحيي لأن ده برضو هتبقى أسخم وأقوى في تصرفنا مع اللعبين هل فعلا هم بيدعوا الإصابة هل بيتوري ضموهم ومصابين أحداث كبيرة جدا نتيجة خطأ مشتفاش يعني إحنا من نتعلم من الأخطاء ده شيء وارد حصل عندنا موقف تير جدا في المنطقة بمصر وعلى جناه بيدوه بقوة بحسم حصل الآن دي الزمان أيام حسام حسن بورط المغرب أم حصل معه مشكلة وأوقف من المنطقة من اتحاد الكورة والنادي الأهلي برئاسة الله الراحل صالح سليم وقف حسام حسن مريم حسن فهل دي بقى نتيجة رد فعل مش شامت إحنا أصول لا ده استهتار وتهريج إحنا ده طرح كسعالم النهاردة لغاية المباراة سليون أتلاقي حديث السوشال ميديا وحديث الإعلام والرياضة عن هذا التصرف لا محاق الطريق حمد مش عارف كذا لا حسن الشحات لا كذا لا مين تالت إمام عشور إمام عشور لا كذا طيب كابتن أحمد سليمان خلينا بس أنا عارف إن الموقف عندك